بعد مرور تقريبا شهر على عام 2023 قامت سلينا جوميز ودرو تاغارت من تشين سموكرز بإطلاق أول قصة حب مفاجأة لهذا العام وصدم بها العالم لأنهم لم يكونوا يتوقعونها خصوصا أنه يشاع عنه أنهم يثلي جين سي رغم علاقاته مع الفتاة بعد وقت قصير من مشاركة تاغارت صورا لعطلة رأس السنة الجديدة مع حبيبته السابقة إيف جوبز وهي ابنة ستيف جوبز ورد أن سلينا وتاغارت يتوعدان بشكل سري وشهد في صالة بولينغ لورا إستسايد في 14 يناير وقالت أسويكلي أن أحدهم شاهد سلينا وأندرو وهم يقبلان بعضهم في الشارع ويمسكان أيدي بعضهم البعض أحضرنا لكم بعض الحقائق عن هذا المغني لمن لا يعرفه جيدا وباختصار أندرو أو درو تاغارت ولد في 31 ديسمبر 1989 يبلغ من العمر 33 من برج الجدي ولد في ولاية مين ونشأ في فريبورت قبل أن يذهب إلى الكلية في جامعة سيريا كيوز الساتدة في المدرسة الثانوية قالوا أنه كان طالبا ذكيا مع اهتمام واضح بالموسيقى وصفته والدته بأنه أصبح مهدما بالموسيقى لأول مرة عندما كان عمره خمس سنوات فقط وحصل على مجموعة من الطبول حصل على درجة البكالوريوس في صناعة الموسيقى والترفيه من جامعة سيريا كيوز في عام 2012 وأنشأ أوبال مجموعتهما المدعوة The Chain Smokers عندما كان تاغارت في 22 من عمره وأصبح منسقي الأغاني الأعلى أجرا في العالم حيث حقق أرباحا بقيمة 46 مليون دولار من يونيو 2018 إلى يونيو 2019 بسبب نجاح أغاني مثل وقام بجولة عام 2014 و2019 قبل الإعلان عن توقفهما في عام 2020 وذلك بسبب وباء كورونا وأصدر في 2022 ألبومهما الرابع بعنوان So Far So Good ويدير الأثنان أيضا صندوق V.C.Mantus قضى تاغارت بعد الوقت في العلاج النفسي وانفتح لمجلة بيبورت في مايو حول لحظة صحية عقلية صعبة مر بها قبل وقت قصير من بدء جائحة كورونا قال كنت في مكان مظلم في نهاية عام 2019 كنت أتناول مضادات الاكتئاب دائما كنا في هذه الجولة الضخمة وكان لدينا ألبوم يجب الانتحاء منه والكثير من الأشياء وقد مر وقت صعب لم أستطع الاستيقاظ وكانت لدي عدم الرغبة في فعل أي شيء وكان هناك الكثير لإنجازه لكن الموسيقى وخطوتنا الثانية ساعدتنا على التجاوز تلك اللحظة ليس على الاثنين الكثير من الجدل ولقد احتلت تاغارت وابال عنوين الصحف في أوائل يناير من هذا العام بعد إفصحهما عن انخراطهما في علاقة جنسية ثلاثية مع المعجبين في بودكاست كولهير داري حيث قال بال لقد كنا في فندق في أوروبا وكانت الأسرة متصلة فكنا مجبرين على النوم معا ففعلناها لكن لم يتم التخطيط لها أبدا وتجدون مقطعا يفسر هذه الأشياء بالتفصيل الممل في أول تعليق انتشرت أخبار موعدة جوميز وتاغارت في السادس عشر من يناير 2023 ونشرت مجالة أوسويك لخبر قصة حبهما في السادس عشر قال المصدر إنهما لا يحاولان إخفاء علاقتهما الرومانسية بل ذهبا في مواعيد عامة مثل البولينغ والسينما وهما يستمتعان معا لحظ الجميع أن جوميز وتاغارت لا يتابعان بعضهما البعض على انستجرام لحد الآن كما أنهما لم يعلقا على علاقتهما الرومانسية رغم أنهما نشيطين في السوشيال ميديا وسيلين اعترفت بعودتها لانستجرام مثل الأول شكرا لكم